اذا الشرطي كان غير هدف اولا ولكن كانوا مراه هدف متعدية القصد هو الاستيلاء على السلاح الوظيفي واللوازيم الوظيفية ديال الشرطي اذا بالانتقال الى التنفيذ المادي لعمليات ارهابية كبرى هذه الناس كان عندهم مشروع ارهابي كما تفضل سيد مدير المكتب المركز الاحال القضائية وقال بانه تأكد عنصري سبق الاسرار والترصد هذه الناس كان عندهم مشروع ارهابي الاولي هو الانتقال الى منطقة الساحل ولكن لما تعذر عليهم قرروا انهم يدروا نوع ضربات ارهابية محلية اذا الشرطي كان هدف اول باش يستولوا على الاسلحة دياله باش يقوموا بارتكاب عمليات ارهابية اللي كانت كانت استهدف مجموعة من الوكالات البنكية ولكن الشرطي اللي بغي تنأكد بانهم رمشي خطو باش يقتلوا هذا الشرطي منذ مدة اي مكان انتفاء الطابع الشخصي لهذه الجريمة بمعنى هذا الشرطي وتفني ذا اللي ما تم الترويج له هذا الشرطي كان ضحية لا علاقة له نهائيا هذا الشخص وجد في المكان اللي كانوا كي تربصوا به هذوك الارهابيين كما اشر الى ذلك بلاغ المديرية العامة الامن الوطني ان هذو كان عندهم نوع من التطرف السريع وهذا لاحظنا في مجموعة من تجارب المقارنة في عدة دول اللي استهدفوها عملية ارهابية لان الان الارهاب انتقل من المسائل الكلاسيكية اللي كانت كانت اعتمد على الاستقطاب والفرز والتربية والاعداد ثم التجنيد او الايفاد الى القيم بعملية ارهابية الان عندنا ما يسمى بالتطرف السريع اي انه يمكن نغرر بك غيب رسائل على الانترنت دخلوا لهذوك الداركويب البعض اللي كيكونوا متطرفة وتقدر تطرف اذا هذين الناس هذو اعلنوا البيعاء منذ شهر ونصف فقط وانتقلوا للعمل الارهابي باش يرتكبوا العمليات دي التخويف والترهيب الحمد لله المصالح الامنية لا الشرطة القضائية بالدار بيداء ولا المكتب المركزي الابحاد القضائي ولا عناصر دي المديرية العامة لمراقبة الروب الوطني تمكنوا من تحييد هذا الخطأ بالنسبة للمسألة دي الاستاذ مصطفى الصفار فعلا جميع معظم التنظيمات الارهابية توتق العمل ديالها وكتخلي البصمة ديالها ولكن هذين الناس هذو كانوا مخلين البصمة ديالهم والتوتيق ديالهم الى العملية الكبرى اي ان الشرطي اعتمدوا كما قلت لكم كانت هناك اهدف متعدية القصد اهدف متعدية القصد هو الاستيلاء الاستلاح ثم القيام بعمليات كتستهدف الابنك باش يحصلوا على العائدات الاجرامية وعاد غايدلوا عمليات اجرامية ارهابية نوعية اللي كان نحدد لها مجموعة من الاهداف لما بلرس العنصر ودين الاطفال لها تمكن ان اعقاف في نفس اليوم وتمكن ان اجراء اجتشاف الاطر لهم بحضور الأشخاص المجتباتين وتم إشعار لعائلة ديرهم بأنهم مدعبون في الحراس النظرية في السعادة القانونية وعندهم الحق في المحامي يعني من ناحية الشكلية ولا من ناحية الزوارية كل شيء يتمونه يعني عاد إجراء قانوني إن يقول هناك أي تماغل أو سبق أن هناك أن كان هناك أي تماغلين في هذا وإنه هو محاربة جريمة واحترام بإطار احترام حضورة الإنسان ومبادئ الحقوق الفردية حتى الأشخاص المجتباتين وتمت استلاع على واحد سلاحي ووظيفي وتم حرق سيارة وتم حرق الشرطي الشهيد هذه كلها معطيات كي يترق البحث سواء كما يتعلق بالمحور الخاص بالجربة المنطمة أو متعلق بالتنظيمات الإرهابية فكلاهما يعني كنشوفت الكيجهات إلى أن يتم كيفون تنسيق يعني باللاتجة راح أشوفت ناتجة كداشتنات كنا أمام امتداد لمصرح الجريمة كان عندنا من الإكرهات والتحديات التي يفرضها امتداد مصرح الجريمة على عدة مناطق هو ما يخلكش تحصر البحث في مكان واحد وهنا قد نفتح واحد البارانتيز بأننا نقول بأن غير المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدينة الضربة إذا سخرت 190 محقق غير المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأنه بلا مندوي على المديرية العامة لمراقبة التورب الوطني بالوحدات ديالها الميدانية والمتخصصة إذن كان عندنا مصرح جريمة لهو مكان إلى حد اندلاع البحث كنا كنا نهضروا على مكان اختطاف الشرطي بعد كان عندنا مكان إدرام النار اللي هو كيبعد بحوالي كدو 30 كيلومتر وكان عندنا مكان إدرام النار إذن كان خصنا يكون عندنا واحد لتريعونغل ونجندوا لعناصر ديال المحقيقين جميع هذه الأماكن في المرحلة الأولى ما يمكنش تقول بأنه طابع الإرهاب غير جعكي ما تفضل قبيلا السياد مصطفى صافار لأنه ما كانش التوقيع ولا التوتيق ديال العمل الإرهابي لأن هذه الناس هدو كالهدف ديالهم هو بات الرعب من خلال استهداف موظفي إنفاذ القانون ولكن الحصول على السلاح الوظيفي وكنكم تعرفوا بأنه طريقة إخفاء غير الأصفاد المهنية رميما كيف تتصور لكم على راه الناس هدو راه الأصفاد المهنية كيف تخبعوها خبعوها وسط هدو كل اللعم ديال باش كي يخدموا ديال لعم باش وخا وخا يمشي به الخدمة وخا يمشي به لأي فكان هدو ناس هدو ما تكتشفش إذن هدو كانوا كيوجدوا لعمل إرهابي آخر وشيك للأسف الروح ديال هدو هدو الشرطي كان هو الضحية ولكن الحمد لله أننا استطعنا أننا نقوم بتحيير الخطر قبل ارتكاب جرائم أخر لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر